السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحوال التقسى المرتقب لنهار الغد إذن السماء ستبقى صافية تماما بالمناطق الغربية لكن قليلة السحب على الولايات الوسطى بعض الأمطال غير مستبعدة التي ستميز دائما الولايات الشرقية وحتى بأقصى الجنوب الجزائري مرتفعة الهجار والتسليوى مناطق الجنوب الشرقي للوطن خلال هذه الليلة ولسبحة الغد درجات الحرارة الدنيا تتروح من بإنحداج إلى 16 درجة بشمال الوطن لن تتعدى 22 درجة بشمال السحراء 27 بأدرار عين صلاح 23 درجة بثامنة رأسة واجة نتي تقارب 33 درجة ببرج برج مختار وعينكسا عن ظاهرة الغد الحرارة القصوى تبقى أيضا مستقرة لكن ترتفع نوعا ما بالغرب الجزائري لتقارب 27 بتيلمسان 26 بوهران مستغانة 24 درجة بالعاصمة 23 بعنا بسكيك دو حتى بقلمة 22 بالجلفة والتيرت لن تتعدى 35 بشمال السحراء 37 بتندوف 42 درجة بأدرار 44 بيعين صلاح وأعلى مقياس دائما سيكون بأقصى الجنوب الجزائري لتقارب 45 درجة للملاحة وسيد البحري نهار الغد ذنب الحر سيبقى دائما قليل الاتراب إلى مطرب محليا سرعة رياح معتدلة لن تتعدى 30 كم في الساعة ورياح ستأتين ضمن السيارات غربية شمالية غربية غدا بحول شروق الشمس لخص العاصمة وضوحها سيكون في حدود الساعة الخامسة 30 دقيقة وعنوين مصلحة الأرصاد الجوية تبقى دائما في خدمتكم أشكركم على المتابعة صحف طوركم وإلى اللقاء